اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من برنامجنا القصير المركز بنتأمل مع بعض في لمحات عن المسيح من هو المسيح وعظمة سلطانه وقدرة لهوته في انجيل البشير يحنى وشوفنا في اصحح 11 حدثة في غاية الاهمية اعلم فيها الرب عن قدرته على الموت وعلى الحياة وقامت العازر بعدما انتن اربعة ايام في القبر واخيرا اقام الرب بعدما اجرى حوار مع مرتا ومريم راح الرب للقبر واقامه والحدثة دي هنشوف دلوقتي هتسبب ضجة كبيرة لليهود وهيبتدوا يقوموا بعملية الخطة بل بتنفيذ الخطة اللي كانوا تأمروا بها من قبل انهم يتخلصوا منه حباي وصلنا الى الجزء الختامي من اصحح 11 من اية 28 لغاية تقريبا اخر الاصحح والاكتر اهمية في الحادثة المحورية دي في خدمة الرب يسوع المسيح هي اقامة العازر من الموت بعد اربعة ايام وبعدما جسمه ابتدأ يتحلل وريحته تطلع قال المسيح له المجد عبارة في منتهى الاهمية لمرثة ولينا كلنا النهاردة بذكر نفسي بيها وكل المستمعين ان امنت تارينا مجد الله ان امنت ترى مجد الله عدد اربعين وهنا بقول يا رب ساعدني وساعد احبائي المشاهدين كل حد معايا دلوقتي بيسمعني نؤمن نؤمن يا رب بقدراتك وبصلاحك وبتوقيتك لكل طلبة منتظرينك فيها نؤمن انك انت صالح انك حكيم عارف شغلك في حياتنا وجدير بالذكرى حبائي انه ان الصلاة اللي الرب رفعها هنا في الجزئية دي في عدد من واحد واربعين لغاية اتنين واربعين ما كانتش توسل للقاب لكي يعني يسمع له لكن كانت شكر لانه سلفا مسبقا سمع ليه وتحسم الامر والقاب سمع واعطى الابن سلطان ان يقيم الموتة بل يعطي الحياة ايضا لانه هو رئيس الحياة الخالي العظيم والنقطة المحورية في صلاةه في هي في اية اربعة في اصحح 11 هنا اللي فيه بيقول ليعلموا انك ارسلتني وهو بيخاطب الاب وبنعرف ان الحادثة دي ازاعت الاخبار عن المسيح في كل مكان زي ما بيقول في الاصححح اللي جاي على فكرة الاصححح 12 هنشوف المرة الجاية ان جمع كثير من اليهود جاءوا عشان يشوفوا العازر وكانوا بسببه يذهبوا ويؤمنوا بيسوع في اصحح 12 هنشوفها بتركيز وتسعة اكتر بعد كده بنشوف انه 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 رؤساء اليهود جمعوا الكهنة والكتب والفرسيين وهم مضطربين وقالوا ماذا نصنع بقى الانسان ده يعمل ايات كتير وانتركناه هكذا يؤمنوا به الجميع فيأتي الرومانيون ويأقدون موضعنا وامتنا في اية 48 بقى يقولوا الكلام الجامد ده شيء مؤسف يا حبا شيء مؤسف ومزهل بدل ما يحكموا بدل ما يحكموا العقل ويحكموا بالضمير ويؤمنوا بالمسيح المسيح المنتظر المعين من الله واللي فيه اكتملت كل الموعيد وتمت كل النبوات ويفرحوا به ويقبلوه ومخلص وفادي لإسرائيل ويحطوا فوق رأسهم مخلص العالم لكن للأسف قسوا قلوبهم وخافوا على مناصبهم ومركزهم الدينية والاجتماعية اهتموا بيها اكتر من مصيرهم الابدي الشيء الثاني الملفت هو انه قيافه رئيس الكهنة بدون قصد او فهم تفوه بكلمات نبوية هو اصد بها الازال للمسيح وتخلص منه لكن لكن الله اصدها بحكمته الازالية وعنايته الالهية لتنفيذ خطته المجيدة لخلاص العالم من خلال دبيحة المسيح الكفرية اللي كانت على وشك انها تحصل اخيرا عبارة رائعة قالها يحنى الرسول في هذا السياق عن موت المسيح المرتقب انه سيجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد في آية 52 وهنا اشارة نبوية عن يهود الشتات المؤمنين بالمسيح اللي هيجمعه مع المؤمنين من بقية الامم للدخول في ملكوت الله تحت سلطان المسيح الممجد بعد تتميمه لعمل الفداء وصعوده ومجيءه التاني ليملك فعليا حسب اشعياء 42 وحزقيال 24 وغيرها من اشارات كتير في الكتاب المقدس تكلم عن انه المسيح هيملك وهيملك كنيسته معه بالملك الموعود دي وفي افاسوس صح 6 بيقول عن الكنيسة انها انه الرب افتداها المسيح افتداها بدمه وجهزها للميرات الابدي وحياها عشان تكون كالعروس ليه وهو العريس اللي هيجي وتزف ليه الكنيسة في مجيءه التاني وننال الموعيد والميرات الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل كمؤمني العهد الجديد كالقديسين اللي الرب احتواهم في ملكوته من كل العصور والاجيال من الامم ومن اليهود من كل الاجناس هيجتمعوا حول عرش المجيد لينالوا الميرات العظيم المعد لهم من قبل تأسيس العالم اسألك هل عزيزي المشاهد هل نلت نصيبك من هذا الفداء العجيب هل دخلت بالايمان بالمسيح في هذا الملكوت المجيد هل ليك نصيب هل ليك مكان فرصتك الان الرب بيقدم لك عرض مجاني تعالى واقبل واستمتع نتنال عطية الحياة الابدية نتنال الميرات الابدي اللي رب عده لكل من آمن بالمسيح مخلص شخصي لحياته لإلهنا كل المجد إلى الابد آمين اشتركوا في القناة